استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي من دوي الجدور المصرية وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية إحياء الجدور بحضور نبيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى جانبي كل من السيد دانيس أريك الرعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجدور الشبابية وسيد خريستيو ثدور رئيس الجالية اليونانية في مصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بالوابد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة إحياء الجدور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استنادا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين كما تمثل رسالة موادة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا كما أكد الرئيس على أصالة العلاقات والقواسم المشتركة بين الشعوب الثلاثة وانصهار الجاليات القبرصية واليونانية داخل بوتاقة الشعب المصري على مدار عدة أجيال متعاقبة وهو الأمر الذي جعل مصر أول دولة في العالم تحتفل بالجاليات التي أقامت بها دعما للعلاقات بين الشعوب كما أكد الرئيس اهتمام مصر باستمرار تدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط وذلك من خلال فئة الشباب مشددا في هذا الإطار على أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يعد نموذجا يحتد به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات وأن زيارة الشباب الحالية في إطار مبادرة إحياء الجذور هي خطوة هامة لتعميق التواصل بين الأجيال الحالية من الدول الثلاث وكذلك تعزيز التعاون الثلاثي بينهم على خلفية أهمية الشباب في هذا الإطار كصانعا للمستقبل ولبناء جيل يعتز بأصوله ويؤمن بأهمية الوحدة والترابط بين الدول الثلاث على الأخص وتبني المواقف الداعمة للقضايا المشتركة بينهم بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرقاء لهذه الشعوب من جانبهم أعرض أعضاء الوبد الشبابي اليوناني والقبرسي عن تشرفهم بلقاء الرئيس مؤكدين أن مبادرة إحياء الجذور تساهم في ربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرس الذين عاش أجدادهم في مصر بالحضارة المصرية ومشددين على أن مصر تشكل تجسيدا لقيم التسامح والتعايش المشترك والتواصل الإنساني وهي القيم التي شجعت مئات الآلاف من شعوب المنطقة على اختيارها مقصدا للإقامة في مجتمعها الذي احتضنهم دون تفرقة وكان على رأس هؤلاء الآلاف من اليونانيين والقبرسة الذين انصهروا في النسيق المصري فمثلوا إضافة كبرى للحركة الاقتصادية والعلمية والتقافية في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا للوفد الشبابي مع الرئيس حيث تم استعراض مظاهر التواجد القوي والفعال للجاليات اليونانية والقبرسية بالمجتمع المصري والانسجام داخل المجتمع على مدى العصور حتى الآن واكتسابهم للهوية المصرية بما جعلهم من أهم الجاليات المؤثرة والفاعلة في الدولة المصرية وسهم بقوة في دعم وتقوية الروابط والعلاقات المتبادلة بين الدول الثلاث وقد أشهد الوفد الشبابي بما لمسوه من تطور كبير في مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي زاروا عددا منها وذلك إلى جانب المعالم الأثرية والسياحية الأخرى حيث أكد الرئيس في هذا الإطار أن تطور الذي تشهده مصر حاليا والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس هو التنمية والبناء والسلام والحفاظ على الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها وأضاف الرئيس السيسي أن تطور الحالي في مصر والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس التنمية والسلام والحفاظ على الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها وأوضح رئيس السيسي أن مبادرة إحياء الجدور هي رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثارا أو إرتا إنسانيا